قبل عام اتهمت منظمة العفو الدولية دولاً غربية بينها الولايات المتحدة بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في اليمن عبر تضفق الأسلحة غير المسؤول إلى التحالف الذي تقوده السعودية ليتكشف تباعاً التورط الأمريكي والغربي في هذه الحرب وثيقة سرية للاستخبارات العسكرية الفرنسية كشفت أن السعودية والإمارات تعتمدان إلى حد كبير على أنظمة الأسلحة الغربية لشن حربهما الكارثية في اليمن وأن القوات السعودية عانت من ضعف الفعالية في تنفيذ عملياتها في الأراضي اليمنية موقع انترسابت الاستقصائي الأمريكي استند إلى وثيقة مكونة من 15 صفحة تقول أن العديد من أنظمة الأسلحة التي يستخدمها التحالف السعودي الإماراتي لا تعمل إلا بذخيرة وقطع غيار وأنظمة اتصالات أنتجت في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وفي مقال بعنوان تقرير سري يكشف مدى عجز السعودية في اليمن ومدى اعتمادها على الأسلحة الأمريكية يذكر الموقع أن المعلومات المتعلقة بأنظمة الأسلحة في السعودية والإمارات جزء يسير مما كشفه التقرير السري للاستخبارات العسكرية الفرنسية الذي حصلت عليه مؤسسة ديسكلوز الفرنسية المتخصصة في السحافة الاستقصائية ووفقا لموقع ديسكلوز جظهر التقرير أن قطاعات كبيرة من الشعب اليمني تعيش تحت تهديد الأسلحة المصنوعة في فرنسا مع جداول تفصيلية توضح نوعية الأسلحة الجوية والبرية والبحرية التي استخدمتها القوات السعودية والإماراتية في اليمن التقرير السري الفرنسي ذكر أن التحالف السعودي الإماراتي نفذ 24 ألف غارة جوية منذ بدء التدخل العسكري عام 2015 وحتى ألول سبتمبر عام 2018 موعد سياغة التقرير مشيرا إلى أنه رغم التفوق التقني للسعودية على باقي دول التحالف في اليمن فهي تفشل في تحقيق أهدافها الحكومة الفرنسية التي تدافع دائما عن صفقاتها لبيع السلاح للسعودية سارعت إلى تبرير ما ورد في الوثيقة السرية من دون أن تنفيه وقالت في بيان إن فرنسا تطبق معايير سلامة مشددة عندما تصدر ترخيص للتصدير وتدعم جهود الأمم المتحدة في الوساطة من أجل أحلال السلام في اليمن اشتركوا في القناة